واحدة من أهم الحلقات أفضل مشروب طبيعي بيساعد على تنظيف الشرايين بيقلل من ارتفاع ضغط الدم وبالتالي بيحمي من النوبات القلبية والسجدات الدماغية والتجلط الدم وبالتالي بيقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب فعلشان كده بعد إذنكم ركزوا معي جدا جدا لأنها تكون حلقة مهمة جدا ومفيدة ولو فعلا بتستفيد من فيديوهاتي ياريب ما تبخلش علينا باللايك الجميل وتشرر الحلقة دي في كل مكان علشان غيركم يستفيد ولو انت لسه جديد بجراتنا في القناة أهلا وسهلا بيك انزل تحتها هتلاقي علامة الاشتراك أو سبسكرايب اضغط عليها هتلاقي جنبها علامة الجرس اضغط على كلمة الكل عشان وصل لكل فيديوهاتي اللي بقدمها أول بأول ومن الطبيعي خلال النهار ضغط الدم يكون بيرتفع وبيقل إنما لو كان مرتفع طول الوقت أو مع مرور الوقت دي بتكون مشكلة بنسميه هايبرتينشا ارتفاع ضغط الدم والأسواق في ارتفاع ضغط الدم أنه بيضر الجسم مع مرور الوقت في حالة سكوت حتى كده ممكن قبل ما تظهر أعراض بشكل ملحوظ اللي ممكن مع مرور الوقت مستقبلا يسبب لك إيه تقدر الله سكتات دماغية نوبات قلبية تجلطات ومشاكل تانية وبالتأكيد لو احنا ماشينا على نمط غذائي صحي ده هيساعد بشكل أساسي على الحماية من ارتفاع ضغط الدم والحماية من أمراض القلب وانسداد الشرائيين وبقدر فيتعلق الأمر بنمط الحياة الصحي بتلعب المشروبات الصحية اللي هنذكرها دلوقتي دور جميل جدا في منع ارتفاع ضغط الدم بشكل كويس ولما بتتحكم في ضغط الدم بتاعك ده معنى ايه تقنيا انت بتحفظ على قلبك والوعية الدموية والشرائيين والحصنة الحصد فيه مشروبات صحية طبيعية بتساعد على منع ارتفاع ضغط الدم وكمان بتقلم خطر الاصابة بأمراض القلب وانسداد الشرائيين رقم واحد معنا في القيمة هو بزور الشياة بس بزور الشياة بتكون منقوعة في المية ده بتكون من أفضل الحلول بتساعد في التحكم على ارتفاع ضغط الدم بزور الشياة فيها الاوميجا سري اللي بتقاوم الالتهاب بتكون مضادة للأكسادة اللي بتساعد على بتزود من الكوليسترول الجايد اللي هو الـ HDL وبتقلل منه الكوليسترول السا اللي هو الـ LDL قليل الكسافة وبالتالي بتساعد على التحكم في ضغط الدم بزور الشياة بتمدد الدم الكلام ده معنى ايه ان هي بتقلل من ارتفاع ضغط الدم كمان بزور الشياة بتحتوي على وجود مركب يسمى من مضادات الأكسادة اسمه حمد الكولولوجينيك ده بيعمل ايه بيقلل من ارتفاع ضغط الدم بالاضافة ان البزور بتكون غنية جدا بالالياف اللي بتمد القلب بالفوائد الصحية نعمل المشروب ده ازاي هتجيبكم باية مية وتملاها مية عادية كده تكون حتى دافية وتملاها او حتى مية من الفلتر عادي وتحط عليها البزور وتسيب البزور في المية منقوعة المدة 30 دقيقة وبعد 30 دقيقة تاخد المستخلص ده يعني تعمل ايه يعني تشيل البزور تصفيها كده من المية وتشرب المية عادي جدا كمية فوائد رائعة جدا زي كده بالزبط شرب المية مع اللمون مليان بكمية العناصر الغذائية اللي بتكونوا في ده جدا لنصحة القلب والاوعية دموية بيخلي كده الاوعية دموية مرنة بيخليها كده نعمة تقدر تمشي على برضو الوصفة دي لمدة كده شهر في اي وقت بتديك نتائج ممتازة جدا لنصحة القلب بالاضافة العصير الشماندر او عصير البنجر بيساعد على تفتيح الشرعين وبيساعد على تنظيم ضغط الدم لان الشماندر غني جدا بيه النايتريتس او النطرات اللي بيحولها الجسم الاكسيد النايتريك اكسيد النايتريك بدوره بيعمل ايه بيساعد على استرخاء وفتح الاوعية الدموية وبيساعد على توسيع الاوعية الدموية اللي من خلاله الدم يتضفق بشكل طبيعي وكمان ليه القدرة الخاصة انه بيقلل من الضغط الدم الانقباضي بشكل فعال رقم اثنين حليب قليل الدسم من احد المشروبات الفعالة جدا لمنع ارتفاع ضغط الدم حليب قليل الدسم بيحتوي على الكالسير وفيتامين دال اللي بيشتغل مع بعض جوه الجسم علشان يمنع من ارتفاع ضغط الدم بتكون النسبة من ثلاثة لعشرة في المية ودي بتكون نسبة كويسة جدا بالاضافة ان الحليب قليل الدسم بيحتوي ايضا على الفسفور والبوتاسيا وعناصر غذائية اخرى مفيدة جدا لصحة الجسم والقلب حسب المجلة البريطانية للتغذية شرب حليب قليل الدسم بيكون افضل بكتير من حليب كامل الدسم بيكون الاختيار الاحسن والافضل ليه لان الحليب كامل الدسم بيحتوي على حمض البالميتك اللي بيعمل ايه بيقيد لوعية الدموية وبالتالي بيسد الشرايين وبالتالي قد ينتهي الامر الاصابة يعني بيزيد من خاطر الاصابة بامراض القلب وانسداد الشرايين حسب المجلة الامريكية للتغذية قالت ان الاشخاص اللي بياخدوا او بيشربوا حليب قليل الدسم ما لهم بتكون مخاطر الاصابة بامراض القلب عندهم وانسداد الشرايين اقل بكتير من الاشخاص اللي بياخدوا حليب كامل الدسم ومن هنا نستنتج أن الحليب قليل الدسم هو الاختيار الأفضل للتخلص من ارتفاع ضغط الدم وهيقلم قطر الإصابة بأمراض القلب وانسداد الشرايين بالإضافة للشاي الأخضر لأنه غني جدا من ضغط الأكسادة بيحتوي على مادة بتسمى EGCG اسمها الكاتشين المهم من المادة دي من أقوم ضغط الأكسادة بتساعة في تحسين صحة الخلايا اللي بتبطن القلب والأوعية الدموية وكمان الشاي الأخضر بيقلم من مستويات الكوليسترول وبيقلم من الدهون السلوسية لذا بينصح الخبراء بتناول من كوبايتين لتلات كوبايات في اليوم بيساعة بشكل كويس جدا لأنه دي حسين صحة القلب ولو أعد دموية وبينظم من المستويات ضغط الدم بس يفضل تناول الشاي الأخضر اللي بيكون خالي من الكافين رقم 3 عصير الرمان مع العلم أنه مش مناسب مع مرضى السكري لو أنت عايز تاخد الرمان تاخد في اليوم بس أقصاد نص حبة كلام موجه لمرضى السكري ولكن أي أشخاص تانية طبعا تقدر تستهلك عصير الرمان في مضادات أكسدة بتقاوم الشوارد الحر بتقاوم الالتهاب في الجسم وبالتالي بتساعد على تحسين الدورة الدموية وبتهاجم مباشرة البلاك البلاك ده هو إيه؟ اللي بيكون كده التلصبات أو الحاجات اللي بيكون كده إيه؟ الأوساخ اللي بيكون موجودة داخل جدار الشرائي الكلام ده جي منين؟ بسبب الالتهابات الالتهابات دي جات منين؟ بسبب أكلك للسكريات والحلويات والحاجات زي كده كتير كل الكلام ده سبب التهاب داخل جدار الشرائي فعصير الرمان بيهاجم مباشرة البلاك بالإضافة إن الرمان كمان فيه نسبة نايتريتس عالية فيه نطلات عالية كويسة جدا مفيدة لصحة القلب واللوعية الدموية وفق لدراسة حديثة عند استهلاك عصير الرمان من 10 تيام ل14 يوم ده بيقل من خطر الإصابة بأمراض القلب وبيساعد على التحكم في ضخط الدم ولو أنت مش بتحب البزور طبعا أنا أعجب لكم البزور دي بتكون مهمة جدا ومفيدة وصحية كمان وطعمها لزيزة لكن لو أنت مش بتحب البزور بتقدر تعمله كده عصير فرش وتصفيه من البزور مفيش أي مشكلة ولو أنت مريض سكري زي ما قلت لك طبعا عصير الرمان مش هيكون مناسب ليك ولكن تقدر تستهلك نص حبة في اليوم كويسة جدا هتحميك من خطر إصابة بأمراض القلب ومتسداد الشرايين ولو عية الدموية وهتساعد على التحكم في ضخط الدم أربعة خلي التفاح العظيم جدا أنا نفسي على المستوى الشخصي بحبه قوي ده مش بس مفيد جدا لصحية القلب وبينظم ضخط الدم وللشرايين ده كمان مفيد جدا لصحية الجسم عموما خلي التفاح بيحتوي على المعادن مفيدة جدا زي البوتاسيوم والمكنزيوم اللي بيساعد على تحسين صحية القلب ولو عية الدموية وبيحسنوا من مستويات ضخط الدم قال خبراء القلب إن خلي التفاح بيساعد على إزالة الصوديم والمواد السامة غير ضررية من الجسم السوديم موجود وجوه الجسم بيعلي من ضخط الدم ولكن خلي التفاح بيعمل عملية إزالة السوديم فبالتالي بينقلل من ضخط الدم فالعصير منه بيساعد على انتظام ضخط الدم والتحكم في ضخط الدم خليني كمان أقول لك إن خلي التفاح بيحتوي على من خمسة لستة في المية من حمض الأستيك أسد اللي هو حمض الخليك اللي بيقلل منه ارتفاع ضخط الدم وبيتحكم في المستويات ضخط الدم وأفضل طريقة تستخدم بها خلي التفاح هات كوباية مية كبيرة وحط عليها كده ملعقة أو ملعقتين صغيرين من خلي التفاح بس في الأول طبع هتحس كده إن الطعم والريحة بتاعته مش مستحبة ولكن تقدر تبدأ في الأول بملعقة صغيرة وتدريجيا ممكن توصل لحد ثلاث ملاعق كبيرة في اليوم بس خلينا أقول لك لما تيجي تختار خلي التفاح في حاجات كده لازم بتاخد لبلك لها أول حاجة يكون خلي التفاح عضوي عضوي تمام تاني حاجة يكون كده معكر ما يكونش مفلطر يعني ما يكونش كده الصافي الصافي ده مش كويس يكون كده متعكر تاني حاجة ما يكونش مباستر وفي بعض أنواع خلي التفاح بيكون كده مكتوب عليها كلمة مذر الأم فالحاجات دي من أفضل حاجات لخلي التفاح تقدر تجيبه هيديك كمية فوائد جدا للصحة القلب والأوعية الدموية البرتقان لو بدأت يومك بكوباية عصير البرتقان بتعزز من صحتك بتعزز المناعة واحنا عارفين ان البرتقان ده من افضل مصادر لفيتامين سي فيتامين سي من اقوى ضد الاكسدة يعني ايه يعني بيحار وبيقاوم الشوارض الحرة اللي هي اللي بتسبب الالتهاب فبالتالي عصير البرتقان في فيتامين سي مضاد اكسدة بيقاوم الالتهاب في الجسم وبالتالي بيكون مفيد جدا لصحة القلب ولوعية الدموية وبيساعد لتنشير الدورة الدموية بالاضافة انت لو بدأت يومك كوباية من عصير البرتقان ده بيقل من ضغط الدم المرتفع بالاضافة ان فيتامين سي بيعمل ايه بيخلي كده الاوعية الدموية نعمة ومرنة الكلام ده بيقل من ارتفاع ضغط الدم وطبعا قبل اي حاجة لو انت بتاخد اي ادوية طبعا استشير طبيبك والسؤال هنا عزيزي هو انا كل المرشوبات دي هستخدمها اكيد لا بس من فترة التانية كده حاول تنوع بابنهم عشان ما تزهقش عايز ترائب ضغط الدم بتاعك ايسه كل سبوع واحسن عصير هتستهلكه استخدمه حسب النتيجة النتيجة الطبيعية لضغط الدم بتكون من مية وعشرين على تمانين او مية وعشرة على سبعين احسن عصير هتستخدمها واحسن ما رشوب هتستخدمه امشي عليه انه هيزبط لك الضغط الدم بتاعك بالاضافة الى نمط الحياة الصحي مع التمرين الرياضية زائد كمان تزبط نظامك الغذائي مية في المية انت كده تتحكم في ضغط الدم وبالتالي انا هتحافظ على القلب والشرايين والوعية الدموية وهتقلم مخضر الاصابة بعمرض القلب وانسداد الشرايين رقم 6 والاخير هو مش عصير هو الكوركم الكوركم من افضل واقوى مضادات الالتهاب في الجسم بيحتوي على المادة الرئاسية اللي فيه او المادة الفعالة اللي فيه هي مادة الكوركمين من اقوى مضادات الالتهاب ولما نقول التهاب من اكتر حاجات المؤزية والمزعجة اللي بتسبب تلف وانسداد الشرايين خلينا اقولك ان احنا ممكن نضيف الكوركم كده للأكل على طبق السلطة على اي طبق في نظامك الغذائي كمان ممكن تضيفه للعصير او كمان ممكن تضيفه لكوباية الحليب زي ما قلنا ممكن سنضيف كوباية حليب قليل الدسم عايز تاخد اقصى استفادة من الكوركم اعمل ثلاث حاجات اول حاجة لو اديت له كده رشة فلفل اسود بيحس من امتصاصه لالفين مرة بيحس من امتصاص بتاعه اضعاف وكمان ممكن تضيفه كده مع حاجات دهون صحية يعني لو ضفت كده الكوركم مع دهون صحية زي زيت الزيتون ممكن مثلا الافوكادو قوي جدا هيساعد على امتصاصه او كما ممكن تسخل الكوركم الحاجات دي كلها بتحس من امتصاص الكوركم في الجسم لانه الكوركم لوحده جوه الجسم مش يبقى لي امتصاص واناك لو اعملت الحاجات دي هيحس الانتصاص بداعه اضعاف بالاضافة ان مادة الكوركم من اقوم دلاط الالتهاب في الجسم الكلام ده معنى ايه؟ هتقل من الاضرار اللي قد تصيب جدار الشرايين وتسبب البلاك او التراصبات داخل جدار الشرايين وتكون الجلطات بالاضافة ان الكوركم بيحتوي على فيتامين بي 6 اللي بيحافظ على مستويات الهوموسستين ولازم يحافظ على المستويات دي لان لو مستويات الهوموسستين لو زادت هتسبب لك تراكم البلاك داخل جدار الشرايين وهتسبب لك جلطات ونوبات قلبية وكمان هتساعد على تلف ضرر اوعية الدموية والكلام ده هزيد من خطر الاصابة بامراض القلب وارتفاع ضغط الدم ولكن تناول الكوركم بيقلم خطر الاصابة بامراض القلب ويتحكم في ضغط الدم بس كده يكونون سيطل حد نهاية الحلقة اتمنى لحضراتكم الصحة والسلامة لو استفدتم من الحلقة دي ومهتمين من موضع تانية كتير ياريت ما تبخلوش علي باللايك الجميل واتشاروا الحلقة دي في كل مكان علشان غيركم يستفيد ولو حضرتك كنت لسه جيد في القناة اهلا وسهلا بيك هتشرفني جدا اعمل اشتراك او سبسكرايب واتفعلوا علامة الجرس عشان يوصل لكم كل فيديوهات اللي بقدمها اول باول ولو كان عند حضراتكم اي اسئلة واستفسارات ان كان للحلقة دي والحلقة قبل كده قديمة فاتت ياريت تكتبوا لي تحت اسئلتكم في التعليقات وانا هكون مبسوط جدا وسعيد بالرد على اسئلتكم ولو في اقتراحات من حضراتكم انا تحت امركم واشوفكم على خير الحلقة اللي جاية